الوصفة النهاردة جميلة جدا وزي ما هي واضحة وبينة قدامكم وصفة حلوة جدا انا عملت الايد الشمال والايد اللي مين ما عملتهاش خالص حبيت اوريك الفرق يمكن الفرق هو واضح زي ما انت شايفة بجد وصفة حلوة جدا تفتيح من اول استعمال هتشوفي نتيجة حلوة جدا مرضية لايكات واشتراك في القناة وشير لصحابكم عشان كلكم تستفادوا وكلنا نستفيد اول حاجة هنا معايا الموز الموز جميل جدا وغني بالحديد والفيتامينات اللي بتساعدها على ازالة البقعة والتسببات اللي بتبقى في الجسم خارجيا فانا هياخد منها حوالي ربع موزية مش اكتر لو انت حابة ضعاف الكمية ما فيش مشكلة ممكن تحطي نص موزية ما فيش اي مشكلة ممكن الوصفة دي تستخدمها للجسم كله للفاخدين لتحت القبيتين للوش للرجل الايد لاي حاجة انت حابة تستخدميها بجد هي حلوة جدا وبسيطة خدت منها ربع موزية صغنانة والموز اليومين دور رخيص جدا فسهل ان انت تقدر تجيبيه او لو انت بتاكل موزة كده تاخدي منها حتة صغنانة اعملي بيها الجسم والبشرة حلوة جدا ونتجتها حلوة او يبنيت هاخد بقى الموزية كده وهبدأ ان انا اهرسها شوية بسيطة كده شوفي بقى انت بتهرسيها ازاي بشوكة بمعلقة زي ما انت تحبي المهم ان انا عايزاها تكون نعمة خالص زي الكريمة المعلقة دي بصراحة مضيقتني عجيب معلقة تانية اهرس بيها لان اصقوا ان انا مش عارفة اهرس بيها انا عايزا ان الخلطة تبقى مهروسة جدا علشان اقدر ان انا افردها على اي مكان انا حابة اعمل في الوصفة تبقى سهلة معي انا هنا هرست الربع موزية بالشكل ده هنا هرستها كويسة هوا يا بنات زي ما احنا شايفين وهبدأ اضيف عليها معلقة صورة يرى من الزبادي او اليوغورد طبعا الزبادي برضك مغزي جدا وفي فيتومينات للبشرة بيساعد كمان على حمد اللاكتل بجد حلوة جدا 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 في تفتيح البشرة وترتبها وكمان بيحبس المياه اللي بتبقى في البشرة اللي بتبقى محتاجها خطيرة فانا هنا حطيت معلقة من الزبادي او اليوغورد وهبدأ ان انا نقلبهم كويس جدا عشان يندمجوا كويس قوي مع بعض زي ما احنا شايفين انا هنا اهو بقلبهم كويس انا هنا هرست الموزة كويس قوي علشان بصوا كده تلاقي النتيجة حلوة جدا معايا زي ما انت شايفة اهم حاجة ان انت تهرسي كويس وكلما تلاقي حط التكتل من الموز ابدأ ان انت اهرسيه مع الخلطة تمام كده هبدأ بقى اضيف كمان عليها معلقة من النشا او الكولن فلاور طبعا النشا او الكولن فلاور بيسحب الدهون الزيادة اللي بتبقى في البشرة وبيخلي البشرة نعمة جدا زي البيبي وصفية وبيخلي بشرتك ملمسها حلوة فهنا قلبتهم كويس جدا علشان ادخل النشا كويس جدا مع الزبادي والموز هيتقلبوا معايا على هيئة عجينة زي ما انت شايفة كده تمام كده يا بنات هنا هنا قلبتهم اهو كويس انا معلش بحاول ان انا لازم اقلب كويس جدا علشان تديني النتيجة اللي انا عايزها لازم تقلبي كويس قوي فده مهم من نسبة للخلطة عشان تبقى نكحة معك هنا هو قلبناهم كويس بصوا شفتوا كتر التقليب او اه اما بقلب كويس بتديني نتيجة حلوة ازاي هبدأ اجيب كمان عليها معلقة من جل الصبار جل الصبار حلو جدا مغزل البشرة بيقلل المسام اللي بتبقى في البشرة اه بينعم البشرة جدا وبتصف البشرة بطريقة حلوة قوي وكمان لو عندك حبوب جل الصبار بيمحيها خالص لانه في نسبة تعقيم ومرطب حلو قوي هنا هقلبهم كويس زي ما انت شايفة لازم كل ما ضيف مكون اقلب بالشكل ده كويس قوي ده بيبقى سر نجاح اي وصفة انت تحطي مكوناتها تقلبها كويس خلاص كده هنا بقى هبدأ اضيف عليها كمان معلقة صغيرة من العصل الابيض وده اختياري العصل الابيض بينظف وبيعقم البشرة وكمان بيخلي البشرة ما فيهاش حبوب خالص وكمان بيخلي البشرة ملمسها نعم ومغزي جدا للبشرة فانا بحب احط في اي خلطة او اي وصفة الحاجات المغزية قبل الحاجات المفتحة فمن نسبة للحاجات المغزية ده افضل بكتير يديك نظرة لبشرتك وتفتيح ونقاء كده للبشرة وتخلي بشرتك صافية ما فيهاش اي شوائب ده افضل بكتير ان انت تفتح بشرتك ويكون بشرتك بهتانة فهنا انا قلبت الوصفة كويس قوي بعد ما حطيت العسل علشان العسل تقيل شوية فلازم اقلب عشان يدوب معي كويس تمام كده هبدأ احط كمان معي معلقة صغيرة من الترمس المطحون ترمس مر مطحون الترمس المر المطحون يا بناب يبقى عند العطار اي عطار قولي له عايزة بخمسة جنيه ترمس مطحون او حمص مطحون الاتنين نفس النتيجة يا الحمص يا الترمس فحلوين قوي وكمان ده بقى من الحاجات الجميلة جدا اللي بتقلل الشعر اللي بيبقى في الجسم وكمان بيخلي البشرة جميلة صافية بيفتح البشرة جدا بيخلي بشرتك من الحاجات الحلوة قوي اللي هي ملمسها حلو فهنا انا حطيت معلقة من الترمس المطحون وقلبت كويس وده قوام الوصفة بتاعتي فيها شوائب كده هبدأ اشيلها وده القوام بتاع الوصفة بتاعتي زي ما احنا شايفين تعالوا نجربها مع بعض ونشوف هيبقى القوام بتاعها ايه انت حابة تضيفي عليها اي زيوت ما فيش اي مشكلة حابة تضيفي عليها زيت لو عندك تجاعدة على البشرة لو هتحطيها على وشك ممكن تستخدمي زيت لبن الدكر ممكن تستخدمي زيت جوز الهند ممكن تحطي نص معلقة من زيت الزيتون كل ده ترتيب وفوائد وغيزة للبشرة فهنا انا بصوا دي انا مش حطيت اي زيوت انا بس حبيت ان انا استكفى بالوصفة كده فهنا انا ابتديت ان انا ادهنها على ايدي عشان اوريك الفرق بين قبل وبعد الوصفة حلوة جدا بتديكي نتيجة حلوة قوي انا الوصفة دي سبتها تنشف على ايدي لمدة نص ساعة نص ساعة تنشف تماما انا هنا حطيتها هي على ايدي شايفين هسيبها بقى تنشف نص ساعة الاول هسيبها ربع ساعة وبعدين اجي اعمل الحركة دي بصوا حركات دائرية كده مساج عشان الوصفة تدخل في كل مسام الجسم وكمان تديكي النتيجة الحلوة قوي بصوا الحركة دي مهمة جدا تعملي كده يعني تسيبيها ربع ساعة وتبدأي تعمل الحركة دي وبعد كده سيبيها الربع ساعة تانية تنشف تماما بصي بيها ربع ساعة تاني وابدأي اشتفي المكان اللي انت حط عليها الوصفة بقى وتفرجي على الجميل انا هنا هروح اخسلها بصوا حاسة بنعومة حاسة بتفتيح حاسة بتوريدة في الايد حاسة كمان الايد صفية حلوة جدا في نتيجة انا شايفاها هي بين الايد دي والايد دي يعني اكيد هي واضحة عشان الناس يعني ما تقولش انه فيه فرق انا الايد التانية دي ما عملتاش اللي من خالص والشمال انا عملتها سيب الوصفة زي ما قلتلك وعمليها بالتفصيل هتاخذي منها النتيجة اللي انا وصلت لها بجد حلوة قوي هروح بقى اعمل الايد التانية ما تنسيش لايكات واشتراك وشير عشان كلكم تستفيدوا باي باي